أثبتت الصور نشرتها قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي قيام ميليشيات الحوث باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية وعشر التحالف إلى استخدام الميليشيات للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعا بشرية